أحوال التقس من قناة النهار أهلا بكم مشاهدين درجة حرارة قياسية ستتعدى 44 درجة على المناطق الداخلية الشرقية خلال يوم الجمعة بإذن الله إذن نبدأ نشاطنا الجوبلية بصورة القمراء الأستناعي توضحنا صفة واستقرار على أغلب ولاية الوطن حركات الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدل لن تتعدى صورة 40 كم في الساعة ستكون مرفوقة بتطاير بعض الزوابة الرملية على الولايات الجنوبية تفاصيل الوطاية الجوبلية المرتقبة إن شاء الله خلال صباحة يوم الجمعة فالأجوة ستكون مشمسة إلى قليلة السحب ستتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على المناطق الداخلية للوطن سحب عابرة مرتقبة على الجنوب الغربي مع تطاير بعض الزوابة الرملية على وسط الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري جزء مباشرة لدرجات الحرارة الدنيا المسجلة إذن خلال صباحة يوم الجمعة ستكون مرتفعة على أغلب المناطق الداخلية للوطن وخاصة الشرقية 26 إلى 30 درجة لقالمة الطرف والسوق أهراس 23 درجة لقسنطينة وسطيف 25 درجة لبثنة وتبسة كذلك خنشلة 27 درجة لبسكرة نفس المقياس بتيسم سيلت وبوسعدة كذلك برمسيلة 23 درجة لنعم البيض ومشرية 20 درجة لوهران مع سكر وتلمسان الجزائر العاصمة في حدود 29 درجة سنسجل 27 درجة لإليزي جانت وإناميناس ستصل إلى 33 درجة لإن صالح حوالي 22 درجة لأدرار 21 درجة لأتين دوف 27 درجة لبشار وفيما يخص برج باجي مختار وإنجزام كذلك الوادي تقورت والمغير 32 درجة إذن توقعات الوظاية الجوبية خلال الظاهرة فالطقس سيكون إن شاء الله مشمس ومستقر أواخر الظاهرة رحت تشكل خلايا رعدية منعزلة موسمية ستكون مرفوقة بتساقط أمطار كما اللحظوا على أغلب المناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس قد تمتد أواخر الظاهرة لتخص حتى السواحل الوسطى والشرقي أو الغربية الولايات الجنوبية نفس الوضعية الجوبية تقريبا على شمال السحراء الجنوب الغربي أقصى الجنوب الجزائري وكذلك بوسط السحراء توقعات درجات الحرارة القصو وإذن ستكون جد مرتفعة قياسية خاصة على قلم الطارف والسوق أهرأس 44 درجة تحت الظلك على مقياس حوالي 40 درجة على شلف غريزان سيدي بالعباس كذلك على كل من اللغوات وبسكرم نحن سجلوه 43 درجة بيتي سمسيلت وابوسعدة 39 درجة على بثنا 37 درجة على قسنطينا 28 إلى 30 درجة للجزائر العاصمة 32 درجة على وهران 34 درجة لعنبا 37 درجة لأم البواقي 41 درجة لإليزي جانت 46 درجة بإنس لحكي أعلى مقياس تحت الظل 45 درجة لأدرار 39 درجة فيما يخص بشار و44 درجة بأقصى الجنوب الجزائري إذن تبقعات حالة البحر سيكون إن شاء الله قليل الإضطراب على غلب السواحل الوطني يريح ستقارب سرعتها 40 كيلومتر في ساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج سيتراوح بين أقل من المتر إلى المتر على كافة السواحل الوطنية وقبل ما نختم نشرطنا لإنها اليوم نتوجه بكم إلى ولاية غلزان إذن الأجواء ستكون مشمسة إلى قليلة السحب خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة دنيا ماسبح تتراوح بين 18 إلى 19 درجة والقصوى بين 31 إلى 32 درجة سرعة ريح فيها الساعة لن تتعدى إن شاء الله 40 كيلومتر في الساعة والرطوبة حوالي 50% في الأخير نختم نشرطنا الجودة بورقة المعلومات الفلكية لتخص شرق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن مشاهدين أكانت هذه توقعات حول التقس المرتقبة إن شاء الله خلال صباحة وظاهرة يوم الجمعة شكراكم على كرم الإسرائي والمتابعة في مانيلا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشعارية اختر منصتك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا